أهلا بكم طبعا الواقع المؤلم في العراق يجعل حتى الأطفال يبدون أراء سياسية ولكنه رأيي في النهاية يخرج من طفلة عراقية بريئة أجبرتها الظروف طبعا على أن يتفتح ذهنها بهذه الطريقة وأعينها كذلك لتشاهد الواقع المؤلم وتعبر بكلمات صادقة خارجة بشكل مباشر من القلب إلى اللسان طفلة عراقية سأمت من أوضاع البلد بسبب الحكومة ووعودها ليست هذه فقط بل حتى السابقات وجهت رسالة للعراقيين أن يكفيهم الصمت على ما يعيشوه من ذلة وتحت حكم الأحزاب الحاكمة دعونا نشاهد نحن نصور السلام عليكم العراقيين بيكم نائمين حتى نائمين والله حتى نائمين 20 مليون 20 مليون واحد رايحين من الشاي صحون هي هات من الذلة وما أنتم أهل الذلة أنتم أهل الذلة يا ماء لا كهرباء نست شغلوها بالوحدة خمس دقائق وطفوها خمس دقائق وطفوها يعني والله ما صايرة والله حتى مصر أحسن من كم إيران أحسن من كم سادنيين أحسن من كم ما صايرة والله خبلتوني يعني فشلتوني فشلتوني ها هسا سبح ما صافحين سبح سبح ما صافحين كهرباء ماكو ماي ماكو حتى الماء مالح